مجددا تصدرت مدينة كاركوك قائمة الاهتمام المحلي والعالمي بعدما شهدته من توترات أمنية لم تكن بمعزل عما يدور من صراع سياسي بين بغداد وأربيل أو بين جميع الكتل السياسية التي توافقت على تشكيل حكومة السودان بقيادة الإطار التنسيقي وكل ذلك ضمن مشهد سياسي تحركه القوى الخارجية ولا سيما إيران وأمريكا كاركوك الغنية بالنفطة التي يعتبرها البعض عراقا مصغرا لتنوعها العرقي كانت منذ عدة عقود مصدر نزاع تغذيها أطراف خارجية تهدف إلى تفتيت العراق وتمزيق نسيجه الاجتماعي وتقع ضمن ما سميت المناطق المتنازع عليها التي ينص عليها الدستور في الميدة 140 ورغم أن الاحتلال الأمريكي هندس المشهد العراقي بشكل كامل إلا أنه أبقى هذه المنطقة قنبلة موقوتة يسحب فتيلها وقت الحاجة كذلك حكومات الاحتلال منذ عشرين عاما تركت كاركوك كما لو أنها ورقة ضغط ومساومات بين الأطراف الحاكمة في بغداد وأربيل فعندما تتصارع هذه الأطراف تجعل كاركوك وقود صراعها وإذا اتفقت فيما بينها سعت إلى تهديئة الأوضاع في المدينة ومنذ أن سيطرت ميليشيات الحجد والقوات الحكومية على كاركوك عام 2017 أصبح لحكومة بغداد نفوذ أوسع على الأحزاب الكردية وما كان ذلك ليتم لو لا وجود مباركة أمريكية وإيرانية لهذا الواقع لكن هذا الواقع قابل للتغير نتيجة احتدام الصراع بين القوى الحاكمة في بغداد وأربيل ووجود مؤشرات على أن كاركوك كانت بالون اختبار لمدى توافق الإطار التنسيقي والقوى الكردية على مسار الحكم في بغداد أما الآن وبعد هذا التوتر فيبدو أن خارطة التفاهمات التي شكلت حكومة السوداني باتت مهددة وستتضح الأمور أكثر مع انتخابات مجالس المحافظات ما يجري في مدينة كاركوك يعطي انذارا للعراقيين بأن المناطق الأخرى في العراق ليست بمنأا عن انفجار أمني مسلح طالما أن المنظومة الحاكمة تعتبر المدن العراقية وقودا لصراعاتها الحزبية ترجمة نانسي قنقر